ترأس وكيل أول محافظة المهرة مختار الجعفري اجتماع لمدراء الرقابة والتفتيش ناقش خلاله آلية تفعيل عملية الرقابة في كل الإدارات والمكاتب والمرافق الحكومية في المحافظة ومتابعة ورفع التقارير الشهرية والفصلية للمكاتب التنفيذية والمرافق الحكومية إلى السلطة المحلية وعملية الإطلاع على الأمور المالية والمحاسبية لتقريص حجم الفساد ومحاصرته وإعداد الخطط الرقابية وبرامج التدريب وتأهيل الكادر الرقابي وأشار الوكيل إلى أن مهمة الرقابة والتفتيش ليست تصيد الأخطاء وإنما تصحيحها والرقي بالعمل التنفيذي بالمحافظة والحد من الفساد كما شدد على أهمية تقوية العمل بين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والرقابة والتفتيش في المتابعة ورفع مستوى الرقابة في الإدارات والمكاتب الخدمية بالمحافظة